الاداة دي وفرت علي وقت كتير تخيل بدل ما ضايع 48 دقيقة او 33 دقيقة عشان اوصل لمعلومة معينة اقدر اعمل كل ده بضغطة زر خلينا اقول لك ازاي كل ده عن طريق اضافة واحدة تقدر تثبت على المتصفح بتاعك او تقدر تستخدم الموقع مباشرة في البداية كل عليك ان انت تضغط على Add to Chrome وعليك ان نضغط على Add Extension فورا تثبيت الاداة كل عليك ان انت تفتحها وبس كده تقدر تنتقل بعد كده الى اي فيديو ولياكل مثلا الفيديو ده وهتلاقي مباشرة الاداة ظهرت عندك على اليمين بالشكل ده كل عليك تقدر تضغط على Generate Summary عشان تلخص الفيديو بتاعك وكل عليك ان انا انتصل لحظات لحد ما يستقرق وتلقائيا هيلخصلي ملخص الفيديو ده مباشرة اعطاني ملخص الفيديو بالكامل طبعا انت ممكن تحس ان هنا المكان صغير فبالتالي احنا ممكن ننتقل للموقع الخاص بيهم تقدر تستخدم الوضع Dark Mode او Light Mode على حسب ما انت حابب بعد كده ممكن تلخص بقى ملف PDF او صورة او ملف فيديو او Audio او Link او معاك ملف Text تقدر تضيف رابط مباشرة من YouTube او رابط بLaylist كامل حدد اللغة اللي انت محتاجها واللي يأكل مثلا اللغة العربية ولو اخدنا الفيديو ده وحطناه بالشكل ده كده واقول له اعمل لي Transcript وSimrise ولخصلي الفيديو ده واعمل له بعد كده Send كل علي بعد كده ان انا انتظر لحظات لحد ما يطلع لي ملخص الفيديو ده فبدلا من تضييع وقتي في مشاهدة اكتر من 48 دقيقة اقدر اخد الملخص مباشرة والله يظهر لي بالشكل ده كده هنا طبعا زهر لي الترجمة الحرفية بتاعت الفيديو ممكن اضغط على سيمرايز هنا مباشرة هيبدأ اديني الملخص بتاع الفيديو زي المقدمة وهو بيتكلم عن كذا وكذا وكذا مباشرة اعطالي ان من اديها 0 حد 4 دقيقة كان بيتكلم عن كذا ومن اديها 4 دقيقة لتسعة دقيقة اتكلم عن كذا وده ملخص الفيديو بالكامل والافكار الرئيسية في نقاط مهمة بالشكل ده والمفهوم وتعريف المفهوم بتاعه كل اللي تقال في الفيديو وفي الاخر بيديك بعض الحاجات ان انت ممكن تسأله فيها عشان يلخص هارك برضو كما انتقدر تضغط هنا وتختار نوع التلخيص اللي انت عايزه زي ملخص عادي ولا ملخص في هيئة شابتر ولا النقاط الاساسية ممكن تختار على core point عشان يطلع لنا النقاط الاسسية بالشكل ده واللاحظ ان هو بدأ يكتبها في الاسفل هنا خلينا نشوفها فور الانتهاء وزي ما حضركم شايفين طلع للملخص من النقطة كذا وهو من الديقة كذا للديقة كذا كان بتكلم عن الجزئية دي ومن الديقة كذا للديقة كذا بتكلم على الجزئية دي كما انتقدر تختار اكتر من نوع من التلخيص اللي موجودين هنا اللي يسهل عليك لو انت بتتفرج على مقدرات او انت طالب او انت بتتعلم مهارة جديدة او بتتعلم اي حاجة ان هو يعمل لك كل الكلام ده كله كمان ممكن تحول الفيديو ده لمقالة لو انت عايز تنشرها كل عليك تضغط على بلوك بوست كونفيرت هنا ويحول لك الكلام ده كله لمقالة شاملة تقدر تستخدمها في النشر المباشر على موقعك او المدونة بتاعتك كمان ممكن تستخدم عشان تتجاوب معاه او تسأله عن اي حاجة تخص الفيديو ده وهو هتجاوب معك مباشرة زي مسلا ممكن تسأله يعني ازاي تقدر تستفاد من الحاجة دي او ايه اللي هيفيدك في النقاط اللي تم ذكرها في الفيديو ومباشرة هيعطيك النقاط بشكل كامل كمان لو انت بتتفرج على فيديو باللغة الانجليزية ممكن تختار الترجمة هنا وتحوله للغة بتاعتك واللي من ضمنها اللغة العربية وهيتم ترجمته بشكل مباشر يعني بقى اسهل عليك ان انت تتفرج على اي شرح باللغة الانجليزية وتستخدمه بسهولة كمان ممكن تحول الفيديو ده لبودكاست لو ضغطت على الزر هنا وتقدر تختار على بودكاست سكريبت جينيريتور وهيحول لك ملخص الفيديو ده الى بودكاست سكريبت تقدر تستخدمه بعد كده او تحفظه عندك او تستخدمه في انشاء محتوى كمان في زر هنا تقدر تستخدمه في انشاء خريطة زهنية لاي فيديو تعليمي انت بتتفرج عليه او اي فيديو انت عايز تشوفه زي ما حضركم شايفين هو بيقول لي هنا اسم الكتاب اكبر نفسك على وقال لي رؤية عامة عن الكتاب ودي المواضيع الاسسية وبدأ يعمل لي خريطة زهنية بتقسم المحتوى والشباتر الموجودة في الفيديو وزي ما احنا عارفين ان الخريطة الزهنية بتكون مفيدة جدا في الاحتفاظ بالمعلومة في عقلك عشان ما تنسهاش بشكل اسرع كمان تقدر تاخد سكريب للخريطة الزهنية دي او تحملها عندك كمان تقدر تحول النص ده او تترجم الفيديو عن طريق الزر ده لو ضغطنا عليه هتلاقي بيقولك ان انت تقدر تختار الصوت اللي انت عايز تسمع بي او تقدر تعمل استنساخ للصوت بتاعك وكمان تقدر تسمع بأي لغة انت عايزها اللي من ضمنها اللغة العربية وهتلاقي فيهم في هذه الحلقة سنتحدث عن بعض النصائح العملية جدا التي ستساعدك على التعلم بشكل افضل والبقاء مركزا وصراحا بتقدر تحول البودكاست ده باشكال متنوعها شوان كان تعليمي او انترفيو او اخباري او غيرها من انواع المحتوى وكل ده من خلال نفس المنصة كمان تقدر تحول محتوى الفيديو ده الى بريزنتيشن من خلال الخيار ده بمجرد الضغط عليه هيقدر يحول لك الكلام ده كله او محتوى الفيديو ده الى عرضه ده قديمي تقدر تستخدمه لو انت معلم او منشئ محتوى وكل اللي عليك هنا هو الانتظار وهو هيقدر ينشئ لك ملخص الملف وتقدر تعدل عليه ده في اي حاجة بعد كده كل عليك هتضغط على Next Step وتختار الشكل اللي انت شايفه مناسب للمحتوى بتاعك على حسب نوع المحتوى وكل عليك تحدده وبعد كده تضغط على Next Step وهو مباشرة هيبدأ في توليد المحتوى الخاص بالبرزنتيشن وهنا تقدر تشوف الافكار الشاملة بتاعة ملف العرض التقديمي اللي انت استخدمته كمان تقدر تاخد الحاجات اللي انت انشأتها دي كقابي في نوشن او تعمله كمارك دون عندك على الجهاز معدر خاص التانية اللي تقدر استفاد بها من نوت جي بي تي غير الاي اي يوتيوب سمرايز وهي الاي اي شات اللي تقدر تستخدم فيه اشهر نمزج الزكال الصناعي بشكل مجاني بالكامل كمان فيه خاصية تانية اللي هي الاي اي بي دي اف اللي تقدر من خلاله ترجم صفحات البي دي اف او تتحولها لاي صيغة انت عايزها جميع الصيغة هتلاقي متوفرة سواء من بي دي اف في الورد او العكس كمان تقدر ترفع له اي ملف بي دي اف وتتناقش معاه فيه وهو يلخصه لك يعني لو رفعت له ملف بي دي اف بالشكل ده وننتظر لحد ما يستخرجه ويستخرج المعلومات منه هيبدأ بعد كده يشرح لي ملخص البي دي اف ده وهو بيتكلم عن ايه واقدر برضو اعمله ملخص بالشكل ده وهو هيبدأ يعملي تلخيص لمحتوى البي دي اف وبنفس الطريقة اقدر اعمل سيم رايز لأي حاجة سواء كانت شباتر او كوربوينتس او اي اي نوت وغيرها من انواع التلخصات اللي ممكن يعملها لي وبرضو اقدر حولها الى عرض تقديمي او عرض خرائط ذهنية او اعملها كنوت على نوشن او غيرها من الادوات وبرضو اقدر اولد بودكاست سكريبت واقدر احولها لاكتر من حاجة كمان اقدر اتناقش مع الاي اي شات داخل ملف البي دي اف زي اقول له مثلا ايه هو ملخص الملف ده ومباشرة هيبدأ يجاوبني على ايه هو الملخص وممكن اسأله اسئلة داخل الملف ده فلو انت طالب او معلم او بتتعلم مهارة او محتاج حاجة تلخص عليك مواضيع كتير جدا تقدر تستخدم اداة زي دي وهنا بدأ يشرح لي ايه هو ملخص ملف البي دي اف ده ومباشرة بدأ يكتب لي الملخص ويعتهولي بالشكل ده تقدر تسأله عن اي جزئية على حسب ما انت حابب وهو يجاوبك عليها او تستخدم الملخص وفي النهاية انت تقدر تستخدمه في انشاء ملخصات سواء كانت فيديوهات على يوتيوب او قائم تشغيل او ملفات بدي اف وصور او ملفات تيكست او ملفات او ملفات اوديو كمان تقدر تعمل شات مع الملفات دي عشان يلخصلك فيها كل حاجة او تحولها الى بريزنتيشن او تستخدمه في الكتابة في انشاء المحتوى او تستخدمه كمان لو انت لسه طالب في الاي اي ماث تبعت له الاسئلة الرياضية وهو يقدر يشرحها لك او يحلها لك وده كان الاداة بتاعت النهاردة اللي انا بدأت استخدمها وافادتني بشكل كبير جدا في تلخيص المحتويات وعدم اضعاط الوقت وهي اداة نوت وهي اداة نوت جي بي تي وبالمناسبة سعر الاشتراك الشهر بتاعها اقل بكتير من شات جي بي تي تقريبا 10 دولار شهريا وهسيب لك الرابط بتاعها في الوصف او اول تعليق تقدر تنتقل عليه كمان بمناسبة البلاك فرويدي هتلاقي برضو في خصم دلوقتي على اغلب المنصات على الخططة الثانوية وفي النهاية اتمنىك كون استفدت من الفيديو اللي استفدت تخيلش على لايب لايك واشتراك عشان تتبع معنا احدث ادوات الزكار الصناعي وادوات كتير هتلخص عليك شغلك وتساعدك في تطوير محتوىك كان معاكو احمد من قناة منستر المعلوميات وسلام وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر المعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة